اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعلى الرغم من هذا لا يزال قطاع الصحة يحاول ان يبقى صامدا في المناطق التي تتعرض للقصف ليل نهار منظمات عدة تعمل ليل نهار على رفض الداخل السوري بالمواد والادوية وكذلك المعدات الطبية اللازمة للحفاظ على حياتهم وحياة الاطفال والنساء والشيوخ وحتى الرجال الذين لا يجدون لانفسهم ما كان يذهبون اليه او يتطببون فيه الا في حالات ندرة ربما في تركيا مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج اياد سوريا نسلط الضوء على الرابط السورية للمغتربين سوريين سيمة والتي تقدم الخدمات الطبية سيكون ضيفنا في هذه الحلقة دكتور حسان مغربية المدير التنفيذي لمكتب تركيا لرابط سوريا للمغتربين سوريين بعد الفاصل نبدأ حديثنا مرحبا بكم من جديد مستمعين وارحب بضيفي الدكتور حسان مغربية المدير التنفيذي لمكتب تركيا لرابط سوريا للمغتربين سوريين سيمة مرحبا دكتور أهلا وسهلا فيك أحيانكم الله نعم دكتور يعني خدمات عدة تقدم هذه المنظمة ضعنا في معلومات أوفة عن الخدمات التي تقدمونها للداخل السوري كذلك يعني منظمتكم تقدم خدمات طبية في دول الجوار السوري الحقيقة يعني منظمتنا تعمل بحيث رئيسي في داخل سوريا في حوالي 95 إلى 98% من عملها الداخل السوري بكل أماكنه وكل قطاعات الصحة في داخل سوريا في العام الماضي مثلا يعني كان عندنا حوالي 48 مشروع داخل سوريا تشمل كل القطاعات الصحية من الرعاية أولية الرعاية الثانوية ومعها غسيل الكلا بنو قدم مشاريع للتعليم والتدريب الطبي مشاريع للرعاية الصحية الأولية ومشاريع للصحة الإنجابية وطبعا والأهم المشاريع المشفى المشافية الرضية التي تستقبل الجرحى والمصابين في كل أنحاء سوريا تقريبا باستثناء الأماكن اللي تتواجد فيها منظمة داعش المنظمة تحجم عن هذه الأماكن فقط أما باقي المناطق المحاصرة والمناطق لصعبة الوصول فهي من ضمن نطاق عمل سيمة طيب دكتور هل سهدفون المناطق الخضعة كذلك ربما لسيطرة النظام؟ أنت قلت سهدفون في كل مناطق سوريا باستثناء الخضعة لسطر تنظيم الدولة هل نفهم من ذلك أنكم كذلك؟ نسيت استثناء النظام طبعا مناطق النظام غير داخلية لكن أنا ما استثنتها لأن المناطق المحاصرة ضمن نطاق عملنا فعملنا موجود في الغوطة وفي الوعر وفي تلبيسة وكل الأماكن اللي كانت محاصرة من قبل النظام طيب دكتور نحن الآن نلخص عمل منظمتكم بأمرين ربما تأهيل كوادر قادرة على القيام بأمور الرعاية الصحية والتطبيب وفي نفس الوقت كذلك دعم كوادر هي جاهزة ومؤهلة وكذلك تقديم لنقل المواد الطبية والمعدات للتطبيب في الداخل السوري يعني أنكم تعملون ربما على مسارين مسار عاجل لتقديم الرعاية ومسار لنقل بأنه بعيد المدى لتأهيل الكوادر تمام يعني عندنا الآن عدة معاهد طبية في داخل سوريا في منطقة الغوطة وفي منطقة إدليب هذه يعني الهدف منها مثل ما ذكرت حضرتك تأهيل الكوادر وإعدادها بالإضافة للدورات عن بعد والجزء الثاني هو الجزء التطبيبي ليس فقط الرواتب ولكن أيضا التشغيل في كثير من المراكز فيها تشغيل نعم دكتور يعني الجوانب التي تغطونها لنقل عمليات التطبيب والعاجلة ما هي الجوانب التي تغطونها بشيء من التفصيل أنت مررت على ذكر شيء من المشاريع التي تدعمونها يعني كل الأمور المشافي الرضية خلينا نسميها أو المشافي التي تعمل لاستقبال الجرحة هي من مناطق استهدافنا عندنا في معظم المناطق السورية على الأقل مستشفى حيوي ضخم نستقبل فيه في عندنا في تلبيسة وفي إدليب في داخل الغوطة عندنا الآن دعم لأحد المراكز وفي حوران أيضا هذه تهتم فقط بشكل رئيسي برعاية الجرحة والمصابين من خلال المعارك طبعا في الأشياء الثانية اللي هي الرعاية الأولية دكتور يعني الآن نتحدث ربما عن الإصعافات الأساسية أو العواجل يعني من الجرحة والمصابين هناك كذلك جوانب أخرى مهمة مرضى أنت أتيت قبل قليل على ذكر غسيل الكلا وهو جانب مهم جدا بالنسبة لأبناء يعني الداخل السوري هلونا لك جوانب أخرى تعملون على تهمينها يعني مثلا ربما قسم النسائية التوليد الرضع كذلك هو قسم يعني مهم جدا بالنسبة للسوريين ذكرت لك أخي هذا الكنام أنه نحن عندنا مراكز رعاية صحية أولية نعم بالإضافة لأربع مراكز كبيرة لصحة الإنجابية نعم متوزعة في داخل سوريا صحة الإنجابية تشمل رعاية الطفولة ورعاية الأم حتى فترات الولادة في فترة الولادة طيب يعني عندنا مشافي للولادة في داخل سوريا أكثر منظمة تحتم بهذا القطاع وهي سيمة طيب دكتور أنتم الآن يعني في الداخل إذا ما تكلمنا عن قطاع الصحة والرعاية الصحية هو موضوع يعني كبير جدا 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 ومتفرع أنتم كيف تختارون أولوياتكم يعني نغطي مثلا بطبيعة الحال الإصعافات الأولية وما إلى هناك يعني هذا مهم جدا ربما يكون في المرتبة الأولى ولكن باقي الأمور كيف ترتبون أولوياتكم مثلا كيف تقررون هذا القطاع مثلا يجب أن نغطيه الآن هذا أكثر أولوية هذا في المرتبة الثانية كيف تستقون المعلومات وترتبون بناء عليها شؤونكم والمشاريع التي يعني لنقول هي في المراتب الأولى طبعا نحن عندنا شراكات مع الداخل شراكات قوية مع مؤسسات الداخل خاصة يعني في المناطق المحررة التي تطور فيها النظام الصحي بشكل أكبر مثل إدلب وحمى فنحن نتعامل مع المديريات وهي التي تضع الأولويات بالإضافة إلى أنه سيما هي جزء من الكلاستر أو قطاع الصحة اللي يتبع للأمم المتحدة واللي من خلاله أيضا نحدد الأولويات بشكل مشترك من خلال السوريين وليس من خلال الأمم المتحدة اللي أقصده أن الأمم المتحدة تعتمد علينا كسوريين من خلال يعني رؤيتنا للعمل لتحديد الأولويات نحن نعتمد بشكل رئيسي على شراكاتنا في الداخل ونحن بالأصل عندنا مكاتب متوزع على داخل سوريا الآن ترفضنا بتحديد الأولويات نعم وهذا يشمل كذلك المعاهد التدريبية التي أتيتها على ذكرها يعني تركزون مثلا في المعهد الفلاني على هذا الجانب وفي المعهد على جانب آخر هو مثير للاهتمام يعني تدريب كوادر الآن في ظل الحرب ليس بالأمر السهل يعني تدريب وتخريج كوادر هي قادرة على تولي المسؤوليات في الداخل طبعا نحن الآن يعني عندنا مخارج اللي هو المعهد الأكاديمي للطوارئ اللي الآن يعني نحن عن تحويله ولكلية نحن هنا السنة الأولى ندفع الآن في دفقة اللغة يعني السنة الأولى للسنة التانية وإن شاء الله يعني نفع أنه يكون تدريب أربع سنوات لنخرج شيء ما كان أصلا موجود في سوريا لهنين فنية طوارئ هذا يعني أمر سيخرج كادر يسعى أنه يكون في طوارئ المشافي داخل سوريا ويقوم بالعمل بطريقة مشابهة بما يتم في الدول الغربية والمناهج كلها أصلا هي مناهج أجنبية ترجمة العربية للتدريب في داخل هذا المعاهد هذا واحد من المعاهد التي تقوم عليه الغابط طيب دكتور يعني من الأمور التي تسترعي التوقف عندها يعني أنت أتيت على ذكر بعض المناطق المحاصرة كيف تتمكنون من إيصال المعدات الطبية الأدوية إلى هذه المناطق ما هي الصعوبات التي تواجهونها طبعا فيه صعوبات كبيرة جدا لكن أيضا فيه طرق دائما فيه طبعا حيحدث رفع للتكلفة من خلال هذا الأمر لكن إنه طرقنا أخي نحن نتعامل ما ذكرت لك فيه عندنا مكاتب في داخل الغوطة فمكاتبنا هي التي تتابع العمل والشراء والشراء من الداخل طبعا الإيصال يكون من الداخل لكن لما يحدث حصار شديد نحن نعتمد قبل على أنه يكون عندنا مخزون قبل حدوث الأمر بشكل رئيسي حتى ما مقع في ما وقعنا فيه في بعض المناطق الحقيقة نحن نتعلم من دروس خاصة قاسية خلال فترة منها يعني لو تذكر لنا بعض هذه الدروس درس مثلا درس مضايا مثلا لو يعني مضايا تم الاستجابة لها بشكل كبير قبل الحصار لكان الوضع الصحي فيها أفضل أخي حلب تم الاستعداد لها لكن أيضا يعني تأخر وصول للإمدادات بشكل جيد وإن كان استجابة حلب كانت هي الأفضل بالنسبة للوضع السوري واستجابة حلب هي الآن نقيص عليها لبقية المناطق التي يعني ممكن أن تقع في الحصار نعم دكتور الآن يعني هناك كذلك يعني سؤال يدور في بال الجميع يعني هذا القطاع الصحي والرعاية الصحية في الدول المتقدمة ربما يستهلق قسم كبير من الدخل المادي لهذه الدول وهو يعني بحاجة إلى دعم كبير جدا أنتم في منظمة سيما ما هو يعني الجهات الداعمة لكم كيف تستطيعون أن تؤمنوا أسعار المستحضرات الطبية وكذلك أسعار الأدوية والمعدات يعني هذه ليست بالأمر السهل إضافة كذلك للرواتب تتحدث عن رواتب كذلك يتم تأمينها للكوادر طبعا في البدايات كنا نعتمد على الجالية في عدة دول نشأت الرابطة أصلا في الخليج وفي دول أوروبا فكان الاعتماد اتداءا على الجالية ولكن الآن في اعتماد على المنظمات الدولية بشكل جزئي مثل الأوتشا نحن شركاء مع اليونسيف المنظمة الصحة العالمية والأوتشا اللاجئين في الأمم المتحدة وفي علاقات أيضا جيدة مع الندوة العالمية للشباب في فترة من الفترات هي إطراف القطرية الإنسانية في بعض دول يعني الأوروبية الآن لنجالية فيها تدعم الأمر وفي أعضاء سيمة الحقيقة أو سيمة ما زالت حتى الآن تعتمد بشكل جيد على كوادرها أو تواقمها الموجودة في دول متعددة أفرادها خلينا نقول يعني ما زال حتى الآن خمسين بالمئة من التمويل يعتمد على الأفراد والأشخاص من المؤسسين لسيمة والخمسين بالمئة الأخرى من المنظمة الدولية نعم دكتور يعني نحن الآن في مطلع عام جديد 2017 هل هناك رغبة في توسيع خدماتكم وكذلك الرعاية طبية تحسينها في الداخل السوري هل تجهزون ربما لمشاريع جديدة لتوسيع المشاريع السابقة الحقيقة فيه كفاية الآن داخل المناطق بشكل عام باستثناء القصف ما يقصف لكن بشكل عام فيه كفاية التوجه الآن نحو تحسين الخدمة والرقيب الخدمة للوصول إلى التعاون مع المنظمات الأخرى سيمة هي عضو في مجموعة تسمى ميساق الشرف تضم معظم الهيئات العاملة في القطاع الصحي نسعى معا للرقيب والارتقاء بعمل الداخل الآن في المشافي طبعا وتطوير الموجود منها تحصين المشافي أيضا من الأمور التي نعمل عليها الآن نعم دكتور لحماية الكوادر دكتور حسان مغربي المدير التنفيذي لمكتب تركيا للرابطة سوريا للمغتربين السوريين سيمة شكرا لك جزاكم الله خير يبقى شكرا أكبر لكم مستمعين الكرام على هذه المتابعة الطيبة في حلقتنا لهذا اليوم برنامج أيدي سوريا صلتنا من خلالها الضوء على الرابط السوري للمغتربين السوريين سيمة التي تقدم خدمات طبية في الداخل